عاش سيدنا عاش سيدنا عاش سيدنا عاش سيدنا يأخذنا حقنا وصير حموشيته ويأخذنا حقنا هذا الشيء اللي كان طلبه ما كان طلبه انا اتحاجه عاش المالك المالك هو اللي يأخذ حق مد الناس احنا دخلونا واستوجبونا البال حمار كمنا وما حبسينا في الولاية حتى السبعات العشية وهم كيدورو هنا في الزنقة ما شدوهم ما استوجبوهم بدأوا تشي محاولة تشي محاولة مكينة مدارو معامة حاجة بقين يضرب الزنقة وبقين يهدو ولادنا انا بنتي عاد كدخلت مكينة خمسة مينيس كان قد يقول لك انا ماما اخرش ولا اخطبني هذا هو عاد يقول لي اماما تخرجيش قد يعود يضربك اولادنا عادنا خيبين عليا انا عدي دري عنده 25 سنة وعندي واحد اخر نصفتهم الحبز انا بغى ساعدة سيدنا الله ينصره وسيل حموشي ياخذ لي حقهم هاد الناس الى ما اخطوش هنا حقنا شيرو فقطيه هاد الناس اللي بقين كيدورو وبقين كيدورو خبز وبقين خدامين وحذى لن احنا اخافين علولادنا انا مخيفهاش انا من خاف من سواحد ولكن كان خاف علوليداتي عندي ابنية صغيرة والله يصر سيدنا والله يصر سيدنا والله يصر سيدنا والله يصر سيدنا انا مغي حق والدي وحق من تاتي وكل طعامهم ما نويتش عندهم هادش اللي داروا لي دعيتهم الله والطعام اللي كانوا في داري وأنا عاول دباب الله وترجيت الله وترجيت الشرطة وترجيت سيدنا والشرطة مغربية والسلطة المغربية جميع كل شي كانت ترجها تعاوني كانت ترجعك سي الحموشي كانت نقدم لك هذه الرسالة ونقدم لك السلام والله يزيد فعزك شوفوا من حالي أنا العاول دباب الله نهار أخدم نهار ما نخدمش عندي خمسات لولاد وردباب الله عندي المرأ اللي كانت عاوني نهار اللي ما نخدمش كانت تكون هي كانت تديرها الخبز في الدار كانت طيبه سكن في بيت كاري في بيت وحمد الله وشكره ومعايش ولادي بالحالات تايحن الله هاد الناس هادو تعدوا هاد الناس هاد الناس هاد الناس ثلاثين عام وواحد عنده ثلاثين عام ودهوا هم دخله هم اللي بيت وتكرسوا عليهم باش ما باعوا بالعصاء هاد الناس هاد الناس هاد الناس هاد الناس انا ماشي ولدي ولدكم وولدنا كاملين نحنا مسلمين وحنا مغاربة وحنا خوت فش ما بغيته خسنا نتعاونه خسنا نكون وقفوا بعض اياتنا انا درويش ما عنديش وإلا شتش حاجة خيره ما عاجبانيش كنتغير حيث علشان الله ينصر سيدنا بغي نديرنا الفوق العالم ويخسنا احنا نعاونوه الله ينصر الجامع عاونوني انا كان نطلب لك انشي جرمائيات ارى ما دلت الشيكاية ارى الحمد لله الحمد لله الحمد لله السلطة ديرا خدمتها اللي جاد الريفة ديك الحال اخويا عاودة يا امه ونردت امه مشات عندهم تبرة تقول لهم ما راجل تبارشي دولدي خرجت ليها امها وعاد قتلها في الباب ونردت عندها جنوية راجلان كيشوف وكلش كيشوف مشيزنا عليهم شي حاجة اولا لازلنا عليهم شي حاجة طعام اللي بيناتنا وحنا كناهم بالنية وما كياكلوا بالقدر طعام بيناتنا لازلنا عليهم شي حاجة خرجت ليها بجنوية من الطيار الكبير شديتي المرأة ها هي المرأة ديالي تعالوا تشوفوها نوضي شدها من هنا ها هي ها هما درابي ها هما باقين فيها الخبطة الشدة دياليد لحها وهي رأى حاملة وفيها الفيذقها ولحها ها وتكرفسوا عليها واحدة كانت بنت اختهم اخرى الصغيرة فدواء كانت غطت وعفت لها في كرشها ونقصت واحد لمرة شدتها قالوا لي الناس امهم هزرت الجنوي وخرجت في الباب اللي قربها في الجيران ضربها ودي لها كاب الجنويها اخوتي ماشي 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 جيلاني باش تكونوا بيناتنا انا الحمد لله سولوا عليها كامل تقريبا نقول لكم جديدة تقريبا عالمشي نقول لكم جديدة كاملة سولوا عليها مكاين تا حاجة مكاين اخوها الدري صغار كيلعبوه اخوهم اخوهم جاء عند هاد الدري قال ليه اخوهم صغير لي قدهم قال ليه بأليان البوتاطراني عجبوني مشا معاه هادا باهم طيحوه جاءوا عن الدراري اعطاوا شفعهم تصرفيق هذه راشي شهرين دابا خرجت عن دوانا على اش دربتها قال لي يا اللي كان اللي كان اللي كان قلت لي صافي شي بس ما كان صافي وقع ستفهم في ياتكم دابا نهار العيد جاءوا قالوا الكاسيدي حنا عالي سووا النقنة واجدتوا يا اللي افتحوا قالوا لك المرأة داتها لأمبيلونس داتها لأمبيلونس وانا اهزت درديت الكميسارية وانا ما حيت الكميسارية وانا بوحدة والله سبحان الله هو ما حيت الكميسارية ما حيت السبتار الدرية دابا كنترجاكم أتمشت الحالة ديالي أخذوا الحق لولد الناس كاملين إذا كان أولادي فيهم الحق أخذوا لهم حق حبودهم أنا بغي تربية صراحة ما بغيش تربية فسيدة إذا كان أولدي دارك هذا الشي هذا أنا بغيت له الإعدام وإذا كان أعطيته للمكسر ما يبقاش يرجعني ما يبقاش أولدي اشتركوا في القناة